توجه وزير الخارجية سامح شكر إلى مدينة نجيني نوفوغورد الروسية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع البريكس من المقرر أن تتضمن مشاركة وزير الخارجية إلقاء كلمتين خلال جلستين للاجتماع حيث يشارك في الجلسة الأولى حول التعاون في إطار البريكس والقضايا الدولية والإقليمية بالإضافة إلى جلسة ثانية حول صيغة تعاون مع الدول الشريكة الزيارة ستشمل أيضا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع ذلك لبحث سوري تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي بالإضافة للتشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن إبراز القضايا أبرز القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وجهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع